إذن أخواتي وإخواني الأعزاء باختصار شديد الحل في الاختيار البديل لانفعال الغضب يكون أولاً ذكرنا بالمراقبة والملاحظة ثم الاختيار الذي سبب هذا الانفعال تنظر إليه ثم تنظر إلى آثار والنتائج هذا الاختيار الذي أنت اخترته ودى إلى الغضب ونتائجه ثم تبدأ تختار الاختيارات البديلة وما هي النتائج التي تترتب على الاختيارات البديلة وأهم شيء وأنت تمارس عملية المراقبة والملاحظة هو الهدوء أهم شيء تكون هادي وأنت في حالة مراقبة حتى تنتقل إلى الاختيار الجديد إذن الهدوء والروقان يجعل الاختيارات البديلة أكثر فاعلية وتنظج الاختيارات البديلة التي ممكن أن تضعها بدل انفعال الغضب وتؤدي نتائج إيجابية ترجمة نانسي قنقر